موسيقى رمضانكم كريم صيامكم مقبول دعاءكم مستجاب وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج حلو الكلام هذه الحلقة سوف تكون بعنوان أحكام التاريخ وسننه ومن خلال تجربتي في تدريس التاريخ ودراسته ولأكثر من نصف قرن أستطيع التأكيد على أن للتاريخ أحكام وقوانين وسنن لابد من معرفتها لفهم ما حدث ويحدث في التاريخ البشري وقد انتبه لهذه الحقيقة فلاسفة التاريخ ومنهم المؤرخ والفيلسوف البريطاني كولنغوود الذي ألف ومنذ الثلاثينات من القرن الماضي كتابان أولهما أسماه فكرة التاريخ والآخر أسماه فكرة الطبيعة ومما أكده كولنغوود أنه كما أن هناك قوانين تحكم الطبيعة أقصد القوانين التي تتحكم بالمطر والرياح والزلازل والبراكين فإن هناك قوانين تتحكم بالتاريخ فالأمور ليست سائبة بل أن السنن الطبيعية والتاريخية هي من تتحكم في الأحداث التاريخية وبسير حركة الإنسان ولابد من معرفة هذه القوانين والسنن والإنسان في حياته ومنذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى يعيش وفق سنن معروفة وغاية محددة بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا؟ صدق الله العظيم والهدف والغاية من خلق الإنسان هو أن يعمر الأرض ويقيم الحضارات ويعمل في الزراعة وفي الصناعة والعبادة هنا بمفهومها العام وليس فقط بمفهومها الخاص المتعلق بأداء الطقوس الإنسان إذن وضمن عمره الزمن هو مخلوق كرمه الله وخلقه في أحسن تقويم وفضله على غيره ممن خلق وفي كل حركة الإنسان يخضع لسنن وقوانين وأحكام مصداقا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا والسنن والقوانين والأحكام كثيرة منها على سبيل المثال أن الظلم والاستبداد إذا دام دمر وأن من يظلم ومن يعبث ويعيث في الأرض فسادا سوف تكون نهايته سيئة ومدمرة وثمت آيات في القرآن الكريم وفي الكتب المقدسة تفصح عن ذلك وهناك من يشير إلى أن على الإنسان أن يعي حقيقة محددة وهي الاعتراب بفضل الله سبحانه وتعالى عليه فهو من خلقه وهو من كرمه وجعله في أحسن تقويم وكما قال الفيلسوف والمؤرخ العربي عبد الرحمن بن خلدون الذي عاش في القرن الرابع عشر أن الترف يزيل النعم وكيف أن الفساد بأنواعه ينخر في أسس الدول والمجتمعات والدول والأمم إذا عرفت دورها ومارست حياتها بصدق وبعد ومساواة لا بد أن تسود ويكون لها مكانتها السامية بين غيرها من الدول والأمم في العالم ويقينا أنها سوف لن تدوم وتنتصر في مواجهة التحديات التي تواجهها أما الأمم التي تتنكر للإنسان وتسهم في أن تتيح للفاسدين الفرصة لكي ينخروا في جسدها فالعاقبة سوف تكون وخيمة لذلك فإن المجتمع المتماسك مثل السفينة التي يبحر فيها الناس مجتمعين فإذا نخر أحدهم في المكان الذي يجلس فيه بحجة أنه مكانه فسيغرق هو وسوف تغرق السفينة كلها لذلك لا بد أن يتعاون الجميع في المجتمع الواحد فيما بينهم لكي يوقفوا عمليات النخر والفساد وإلا هلكوا جميعا وتلك واحدة من أسباب السقوط والتدهور والخروج من التاريخ وهكذا نستطيع أن نأتي بالكثير من الأمثلة على أن التاريخ مثل الطبيعة تتحكم فيه سنن وأحكام وقوانين وعلينا معرفة هذه السنن والقوانين ووضع الحلول لكل من يعترض مسيرة أو لكل ما يعترض مسيرة مجتمعنا وخديما قيل العاقل من التعب أي أن الأمة أو الدولة التي تفهم التاريخ وتعرف قوانينه وسننه وأحكامه تكون قادرة على الاستمرارية والديمومة شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر